حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومات الشعبية تقدما ميدانيا كبيرا شرق مدينة الحزم بمحافظة القوف وذكر محافظ القوف اللواء من العكيمي أن قوات الجيش استعادت منطقة بير المرازيق والمناطق المحيطة بها بما فيها منزله بعد معارك عنيفة لازالت مستمرة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وشار إلى أن قوات الجيش بهذا التقدم أصبحت في بوابة مدينة الحزم عاصمة المحافظة وعضف اللواء العكيمي أن المعارك العسكرية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر الميليشيا الحوثي الانقلابية وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الإجرامية التي ما تزال جثث عناصرها متناثرة على جبال وصحراء الجوف وأكد محافظ المحافظة أن قادة الميليشيا المتمردة تركوا مواقعهم وعناصرهم التي تقودهم دوما إلى محارق الموت والهلاك ولا ذو بالفرار باتجاه معسكر اللبنات ومدينة الحزم مشيرا إلى أن الفريق الهندسي التابع للمنطقة العسكرية السادسة تبكر من انتزاع ما يقارب من 700 لغم من مناطق قناو وجعاس والهضب العليا والسفلة كانت غزرعتها ميليشيا التمرد والانقلاب في محاولة منها لعاقة تقدم الجيش الوطني وتنوع تلك الألقام والعبوات الناسفة بين الألقام مضادة للدروع والأفراد وناقلات الجنود